يا مساء نور والسعادة عاملين ايه؟ معكم اوعد لحمد فيديو جديد وفيديو النهاردة هنتكلم بقى عن الترند بتاع تليجرام اللي تلع اليومين دول واللي هو ان لو انت بسه راكم مكروباز او راكم مواسطات عامة وانت فاتح داتا وشخص تاني فاتح داتا ممكن الشخص التاني دوت يعرف مكانك ويعرف رقمك ويعرف اين وارك ويعرف كل حاجة عنك من خلال تليجرام بس وفي الفيديو دوت انا اقول لك بكل بساطة وبكل سهولة ازاي تبنع من خلال تليجرام ان اي حد يقدر يتعرف عليك او يعرف رقمك او صورتك او عنوانك او اي حاجة من ذات بس يا وصفاتي من الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتعمل لك الفيديو والسبسكرايب في القناة ويلا بينا ننتقل دلوقتي للشرح شباب ان هي هنفتح او بتاع تليجرام اللي موجودة عندنا على الموبايل بعد ما نفتح يجبنا طبعا ان الواجهة دي بتظهر عند اي هندوس على التلت نقط اللي فوق دول او التلت شورة اللي فوق هندوس عليهم بعد ما ندوس عليهم هنلاقي كلمة اسمها الاعدادات او لو انت عاملها بالانجليزي اسمها لو انت بالعربي زيت لا الاعدادات هتدوس على كلمة الاعدادات ديت بعد ما ندوس عليها تنسل تحت شوية تاني هتلاقي كلمة اسمها الاعدادات تاني برضو هتدوس بقى لكلمة الاعدادات دي هتلاقي في حاجة في الاعدادات ديت تاني ان في حاجة اسمها الخصية والامان هتدوس على كلمة الخصية والامان وتدخل عليها. عايزك تعمل كل حاجات دي لا احد لا احد لا احد لا احد او ممكن تعمل الجهات التصال فقط اللي هي الناس اللي عندها كده تدر تشوفها. لكن الناس كل ناس تشوفها لما تعملاش كده خالص لان تليجرام بينفع الميزة دي ان كل الناس تشوف حاجاتك لو انت ليس بحمل البرنامج. ولكن بطريقة دي هتخلي الناس بس اللي عندك هما اللي يشوفوا حاجاتك او ما تخليش اي حد يشوف حاجاتك. طب ازاي? يعني مثلا نيجي عن كلمة ركام الهاتف دي ندوس عليها وهنعملها لا احد. ان هو ايه ولا ايه ممكن نخلي برضو جهات التصال تظهر له مثلا او لا احد. بس انا بحق بفضل انها ما تكونش تصل لاي حد خالص. وهكذا بقى في بيتي الحاجات دي كلها هنفضل نعمل لا احد لا احد. المكالمات لا احد. المجموعات لا احد. هنفضل نعمل كل حاجة لا احد. تاني بقى حاجة هنعملها برضو عشان نعمل حسابنا. هنخرج من السفحة دي وهندوس تاني عالتلت شورة اللي فوق. هنلاقي كلمة اسمها جهات الاتصال. هندوس على كلمة الاتصال ديت هنلاقي حاجة اسمها البحث عن الاشخاص القاربين. هندوس عليها. انا دلوقتي مفعل الميزة ديت. مفعل الميزة ديت وهو تظهر لي كم شخص مش هادر زرهم طبعا عشان ممكن يشتكوني او كده. وهلا تظهر لي كم شخص المقربين مني بكم متر او كده. المهم بقى انا عايز اخفي ان انا ازعل لحد يعني انا مش عايز ازعل لحد. لو انت مفعل الميزة اللي فقدت لي بتاعة ازهار نفسي انا مش مفعلها طبعا لانه لازم اعمل الصورة الشخصية تحت اللي انا كنت لسه عاملها دلوقتي للاحد لازم اعملها للجميع عشان افعل الميزة ديت. ولكن طبعا عملها للاحد فعشان كده مش هادر افعل الميزة ان انا ازهر عند الناس التاني. فانت دلوقتي ممكن تعمل كمان الطريقة ان ان انت ايه اه تظهر عند الناس. يعني ان انت تبقى ظاهر عند تشوف الناس قصدي وما تظهرش عندهم. شوف انت بقى لو انت عامل اظهار نفسي فانت تعمل لا اظهار نفسي اتلغي انك تظهر عند الناس وبكده تكون امنت نفسك بقى لو انت عملت تلاتين دول لو الجن اللي سود ما تطرش يوصل لك على التليجرام خالص. بس كده شباب اتمنى يكون استفدتم من الفيديو وبالطريقة دية خلاص زي ما قلت لكم في الفيديو محدش يقدر يقرب منكم ولا حد يعرف عنوانكم ولا رقامكم ولا صورتكم كمان ولا عارف اي حاجة عنوكم ولا بخصوصكم. وبس كده شباب ما تنساش بقى تعمل في القناة وتعمل لايك للفيديو وشير الفيديو في كل مكان عشان كل الناس تستفاد. وبس كده يلا سلام.